الحمد لله الذي هدانا للخير والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر وبعد هذه قصة قارون مع موسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبإتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجئرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا فسادا والعاقبة للمتقين قارون الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو ابن عم موسى عليه السلام وقيل غير ذلك وكان من أتباع فرعون مصر الكافرين الذين اتبعوا فرعون على كفره وضلاله وكان رجلا طاغيا فاسدا غرته الحياة الدنيا وكان كثير المال والكنوز وقد ذكر الله تبارك وتعالى كثرة كنوزه وبيّن أن كنوزه كان يثقل حمل مفاتيحها على الرجال الأقوياء الأشداء حتى قيل إن مفاتيح خزائن كنوزه كانت تحمل على أربعين بغلا ولكن قارون غرته الحياة الدنيا وغره ما عنده من أموال وكنوز وطغى وبغى على قومه بكثرة أمواله وافتخر عليهم واستكبر بما آتاه الله تعالى من الأموال والكنوز فنصحه النصحاء من قومه ووعظوه ونهوه عن فساده وبغيه وقالوا له ما أخبر الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك وتستكبر إن الله لا يحب الذين يفتخرون بأموالهم على الناس وقالوا له وبإتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار الآخرة بالإيمان والعمل الصالح فإن هذا خير وأبقى وقالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا أي ولا تنس أن تأخذ من الدنيا لآخرتك بالتزود لها والاستعداد كما قال ابن عباس ثم نصحوه قائلين له وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أي أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله تعالى خالقهم إليك ولا تفسد فيهم وتبغي فتعاملهم بخلاف ما أمرت به ولكن قارون أجابهم جواب مغتر مفتون مستكبر فقال لهم قال إنما أوتيته على علم عندي يعني أنا لا أحتاج إلى نصيحتكم أي أوتيته على معرفة مني وخبرة ثم أخذ يزداد في بغيه وفساده معتقداً أن الله سبحانه يحبه ولذلك أعطاه هذا المال الكثير قال الله تعالى ردًا عليه فيما ذهب واعتقد أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ من القرون من هو أشد منه قوة وَأَكْثَرُ جَمْعًا أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر مالا فلو كان إفادة المال الكثير على عبد من عباد الله دليلا على محبة الله تعالى لهذا العبد لما عاقب الله تعالى أحدا ممن كان أكثر مالا منه كما قال الله تبارك وتعالى وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وخرج قارون يوما متجملا في موكب عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم فلما رآه من قومه من هو مغرور بزهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه من زينة وما له من كنوز وأموال فلما علم بمقالتهم العلماء العارفون ذو الفهم الصحيح والزهد قالوا لهم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى قال الله تعالى وَلَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الصَّابِرُونَ أي وما يلقى هذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة عند النظر إلى نعيم هذه الدنيا الزائل الفاني إلا من هدى الله تعالى قلبه وثبت فؤاده وجعله من الصابرين بينما قارون في موكبه خسف الله تعالى الأرض به وبداره فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة قال الله تعالى فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَلَمَّا حَلَّ بِقَارُونَ مَا حَلَّ مِنْ خَسْفٍ وَذْهَابِ الْأَمْوَالِ وَخَرَابِ الدَّارِ وَخَسْفِهَا نَدِمَ مَنْ كَانَ تَمَنَّى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ وَشَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُهُ وَيُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَشَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي لَمْ يَجَعَلْهُمْ كَقَارُونَ طُغَاطًا مُتَجَبِّرِينَ مُتَكَبِّرِينَ فَيَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضِ والله أعلم وأحكم نُكمل الحديث عن قارون في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى